اهلا بحضراتكم من جديد ما بيبقوا شايفينه ده بشكل كبير بتكشفه الصور دي طبعا لا الصور بتخترق الشخصية أو بتخترق يعني مهما حد حاول يحط اخناع أو حاجة الصور في لحظة ممكن تخدع أو بتظهر الحقيقة أو بتظهر الكلام ده كله يعني مثلا دلاتي معروض صورة بتاعة الرحلة أم كلسوم دي صورة شهيرة قوي دي كانت في فرنسا صورة دي عملت مشكلة؟ عملت مشكلة كبيرة جدا جدا بينهم الصورة دي هو مفروض كانت أول رحلة للمجهود الحربي خارجية لفرنسا فكنا رايحين بعد النكسة في 67 فقلقانين جدا على منظرنا فكان فيه كلام ان حد يحاولي بوز الحفلة أو كان فيه قلق جدا فمرة واحدة وأم كلسوم وفع المصرح حد طالع يقبل قدمها شدها بيشدوه خايفين عليها رح يتوقع الوقع دي فوالدي صور دي ورح مديها لسفيرنا هناك دي كانت الطريقة اللي يبعد بها الصور عم استعجل جدا عشان تنزل وقال للناس في أخبار اليوم ما تنزلش عليها الاسم الصور نزلت اتنشرت وكان لسوم شافت الصور قالت ازاي أخبار اليوم وقال لي بقى لأكيد كان فيه حد أجنبي جنبي في كلامهم دخل السفيرنا لكن هو كان عنده وجهة نظر أكيد في نشر هذه الصور اه طبعا لا يعني هو صحفي يعني ما هو كده كده مصور صحفي يعني مهما كان السياق ما ده اللي حصل واللي حصل ده لما يتشرح في الآخر هيتفهم يعني ايه الحب او ان الموقف ده حصل مشكلة اللي احنا شايفين الوقت ان انا لما بظهر الموضوع ده واشرحه خلاص سب انا قفلت الترند او قفلت الموضوع وكده لكن لو الصورة طلعت لوحدها من غير ما تتشرح او من غير ما تتنشر ما دلوقتي بك ممكن اي حد تاني يصورها ونزلها من غير سياقي يصورها هي واقعة بس او من غير الموقف ده لكن الحادثة لو متصورها صح ومشروحها صح ده ما فوش سياق إساء او ده حدث واقعي حصل قدامي انا موضوعي بغطي ماليش دعوة بال يعني انا صحفي موجود في المكان كامل بقى كان سفير دخل عليهم قالوا ايه رايكو ساس فاروق الصورة هي وصلت ونزلت واتنشرت وزاي الفل قلت له يعني انت اللي مصوره طيب انا عايزة بس سيادة السفير في الاوضع فقاعد يحاول يصالحها كتير جدا لحد ما في الاخر يعني قابلها قالت له الرجل اللي بيكذب ما حدش يصق فيه لها خلاص اول واخر مرة ومين ساقيتها خلاص كمان فيه صور للعالم احمد زويل اه والصور دي يعني موجود على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وعملها لها اه يا دلوقتي الصورة دي علا ترسيز كبير جدا اه دي ششة نوبل دي ششة نوبل اه لا هي الفكرة كلها ان يعني امو كلسوم كانت بتقول ان في اول ما تعاملت مع والدي قالت له انا بالنسبالي الفنان ما يكلش ما يشربش الفنان ده زي وزي الصنم يتصور بطريقة معينة او بشكل معين ده كان المنظور او الكلام ده كله لا ويعني والدي قصر النمط ده بفكرة ان عالم وكل حاجة بس هو انسان ما هو مش 24 سنة بيعلم مش لازم ابقى باللاب كوت او لازم ابقى في النمط ده ما الناس بتخرج من ده وممكن يكون مكانش ده نمط حياته ومكانت حاجة مثلا يعني معمولة كده نال هي بالنزارة والنص اه لا لا اه يعني ما هو دي قهوة الفشاوي في وسط البلد فدي حاجة من الترديشن ان حد يقعد عليه هتجربها او تعملها يعني بالقعدة بس يعني نفس الصورة دي اتخذت ليه القديب الكبير نجيب محفوظ الاثنين في نفس المكان تقريبا الاثنين في قهوة الفشاوي فرق بين الصورتين دول حوالي 40 سنة ده الاثنين في نفس المكان بالزبط نجيب محفوظ كان قصة مختلفة نجيب محفوظ كان رافض التصوير تماما وميحبش التصوير والدي قعد ست شهور يخلص مع حليم ويخلص مع الناس الصهرة كان عارف ان نجيب محفوظ بيتمشي ساعة ستة الصبح كان يقعد بقى يستناكل يقول له مش هنصور يقول له لا يجي له تاني يقول له مش هنصور في الاخر قال له خلاص تعالى نصور فخده بقى تمشي به في الشوارع وابتعلى حد ما وصله برضو قهوة الفشاوي واقتنع اه اقتنع ده عمل يوم كامل بقى كان عنده حظ جميل مع قهوة الفشاوي اه لا 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 والدي كمان في الاخناع يعني انا بقول له هاريك ان هو يستحضر روح ان انا عايز اتصور ديتا مختلفة يعني ان قعد حد زي عالم يعني او حد كاتب كبير زي نجيب محفوظ وان انا قعده في بوز واقول له قعد واعمل وكده وتصور ده بيبقى هو من جوا عايز يتصور او مش كاره الكاميرا او مش في لحظة الوقت بصور وخلص لأ بتبقى بيبقى فيها اريحية شوية او كده طيب نروح لصور تاني انا عددها دلوقت صور زعيم الراحل السادات ودي كتصور من داخل بيته هو الرئيس السادات كان زاكي جدا وعملت ضجة عالمية في الوقت لا 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 الرئيس السادات كان زاكي جدا 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 ان احنا دلوقت يا هو قعدين بنتكلم على التليزيون الرسمي ان الصور لسه بنشوفها يعني كل مرة بنتخد الخصة كلها ابتدت ان الرئيس السادات كان ابتدى عايز يهتم بالصور او بالشكل فكان مفروض هيستدعو مصور الماني ان هو يصور اليوم من حياة الرئيس اولا والدي غار جدا راح بقيت جواب للرئيس السادات قال له انا ابن من ابناء صور اتنين وخمسين وشاب من شباب صورة التصحيح وعايز اعمل اليوم من حياتك فكان مفروض ان طلاله تصريع باسبوع نواهي صاحب الرئيس الراحل اسبوع قعد معه 13 شهر يصوره كل يوم من صبح لبليل فالرئيس السادات اول لقعة خالص كانت الصحيام النوم دخول الحمام حلقت الدقن كل ده الرئيس السادات قال له انا عايز اوسق كل ده ونعمل موضوع كامل مكمل ونشوفه في الاخر فالدخلة الاولانية ان اول صورة صورها والدي كانت في الحمام وبريحية فكسرت خلاص بقى ان ما فيه صورة ممنوعة اعمل فالرئيس السادات كان عنده روتين معين ان هو كل يوم بيصح اعتقد نزلت غلاف الاكبر اليوم ساعة اه اه يعني هو كان روتين معين ان هو بينزل يتمشى الصبح مع شخص مختلف كل يوم عثمان احمد عثمان السيدة جيان السادات بتاع او ساعتين ماشي بعد كده لازم عشر دايق يريح اليوجا فهي ساعة حتى جنبه في الصورة هي علشان بيرايح يحس بالوقت العشر دايق دول فاليوم الكامل دا او دا لما اتنشر في الاخر بعد تلتاشر شهر تلتاشر شهر دول حصل اهم حاجات في حياة الرئيس الراحل الان رسدات تظهر فيها ساعتها الزيارة المشهورة لما راح تل ابيب راح فيها كام ديفيد راح فيها كلام دا كله فقال دي كان مصاحب لي في الكلام دا كله الصور لما اتنشر طبعا عملت ضجة كبيرة ان رئيس الجمهورية ساعتها وكان ساعتها في الحكم ويبقى فيه الصور دي فعملت ساعتها مشكلة كبيرة جدا طيب نروح لصورة بعد كده دا بداية السالفي دي الصورة دي بداية السالفي دا طبعا مع فريل دا كانت سنة كام السورة دي مع الفوريم سورة دي اه دي في اول تسعينات 22 سنة فالصورة دي كان في الستوديو بتاعه كان فورو بريم عنده استوديو في الهرم فده السورة دي مبينة اللي بيقف في الستوديو بيشوف ايه يعني دا المكان اللي فروغ بريم مفروض بيبقى فيه وإحنا كده كنين نوقفين احنا شايفين المنظر ده كان نبتدأ ساعتها هيظهر موضوع السيلفي ده أصلاحنا كأجيال لسا عارفينها مش من بعيد يعني يا أتاق أنا كل شوية بشوف أرشيف فاروق إبراهيم مفاجآت إنه هو يعني زي ما يقوله الـ Progressive Composition أو اللي هو اللي سابق عصره متقدم على عصره بكتير جدا إن فيه حاجات يعني فيه صورة في المعرض لنجوة فؤاد عند كبري قصر النير مصورة حاجة اسمها تعريض مدة طويلة أو Long Exposure بفلاش بحاجة اسمها تثبيت الفلاش صورة دي دلوقتي أنا خاف عملها بالـ Digital يعني إن معايا فنانة معاها في الشارع إن أنا جرب بقاً ده لمجرد بس إن أنا عايزة طلعها نور حلو وطلع الأرباب بتتحرك كل ده عشان يعمل صورة فالـ Selfie ده لأ ده يعني حاجة جات كده أكيد كان اختراع آه لأ دي هي مراية عنده في الستوديو فهم خلاصوا تصوير هو عايز يتصور في يلا نتصور صورة واللي مصور الصورة دي عايزة تأبعوف مش فروغ إبراهيم يعني الكاميرا اللي فوق بس من صاحب الكاميرا اللي تحت دي بس الكاميرا اللي فوق فالصورة دي يعني عايزة تأبعوف الفناني طبعاً الكبير الراحل الحقيقة قصص ممتعة جداً 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 كل صورة ليها حكاية وإحنا بنعرف بقى دلوقتي دي قصة الحب ما بين بليغ ووردة وهو وثقها بالصور دي خصة حب يعني بجد يعني أنا في كام خصة كده عندي في الأرشيف بحب أتفرج على الصور دي يعني علاقات معينة من أخوهم طبعاً الفنان بليغ حمدي والفنان الراحلاء طبعاً ووردة سامي جمال ورشدي أبازة شويكار وفؤاد المهندس كل دي بقى الحاجات دي عندي الكواليس بتاعتهم في البيت الكلام ده كله العلاقة بجد الحب باين في الصور طريقة الود التعامل نسين إن فيه كاميرا بيتعاملوا ويوم مبسوطين فيه فمن علاقات قوية جداً والصورة دي طبعاً شهري جداً وكانت قريبة القلب الاتنين حتى يعني بعد الانفصالة الاتنين يعني كانوا مهتمين بالصورة دي ذكرياتهم ذكرياتهم أعلى وفضلة الصورة دي يعني عزيزة عليهم طب نعلم بالصورة اللي جاية وفنان سامير غانم الفنان طبعاً الراحل طبعاً سامير غانم سامير غانم يعني أنا قابلته الله يرحمه وسورته هو شخصيته كده يعني هو من أدم محب عايز يبسط حواليه عايز يبقى موجود هو يعني أنا قابلته صورة معبرة كمان يعني هو أنك تلقى صورة زي دي طير في الهواب بكاميرات زمان أنا عطقت الموضوع التكنية المستهلة خالص خالص كاميرات زمان كانت سرعة الغالغ أو سرعة الشتر ما بتعديش سرعة معينة فده إنه هو يصور ناس مرفوع عن الأرض دي صعبة جداً يعني زمان ما كانتش سهلة ففيه شق كامل في المعرض عمله لفكرة الحركة أو فكرة يعني ناديا مونير اللي هي الأرض كوريتر أو القيم بتاع المعرض مختارة جزء كامل ركن كامل حوالي 12 صورة صعب جداً على زمانهم يعني إنه هو موجودين بإمكانيات الكاميرات زمان بالكلام ده فدي الإمكانيات وكمان سمير غيران بالذات كل ما يشوف الكاميرا بتحول لكين جديد بيبتكر يعني بيمثل يعني بيحترم الكاميرا من أكتر موسيقين بيحترموا الكاميرا ثانياً فؤاد المهندس الرائع طبعاً فؤاد المهندس وأنت كنت لسه بتحكي عن قصة الحب الكبيرة الكبيرة طبعاً للضخط شويكاري للأجيار الحقيقة مستمرة في الحكاية حتى الناس اللي كنت بتشتغل معه في الكواليس يقول أنه دايماً كان بيحكي عن شويكار وعن حبهم وتوفيق يعني هذه العلاقة الجميلة بالصور شيء مهم جداً جداً لا يعني حتى الموضوع لما كان بيتنشر هم أعلنوها أنهم عايزين ضحك يعني البيت ده مابني على الضحك يعني هم في كل حياتهم لازم يبقى الموضوع انبساط يعني ما فيش كل الصور فيها بجد فرحة فيها بجد انبساط يعني الصورة اللي موجودة في الوقت دي في البيت يوم في حياتهم الصور دي منشورة في مجالة آخر ساعة علشان مصور يصورهم كده من أيامهم الطريقة دي حتى بقية الموضوع ده نازلة الصور كلها هزار وصور كلها باين نمو ستين يعني لأ يعني أيام كانت حيبة وكل اللي بييجي المعرض بالذات بيسأل على صور فؤاد المهندس وشويكار ومهتمين جداً بالصور دي يعني الخالدة بالنسبة للناس كتير جداً جداً فبنبقى عايزين نعرف الحكايات عايزين نقول للناس يعني هيشوفوا إيه لما يروحوا المعرض والحكايات المنتظرهم في المعرض وتقولهم كان المعرض موجود فين ومكامل لحد يوم المعرض موجود في مكان اسمه أكسس في وسط البلد ده في شرع النبراوي المعرض مفروض قعد لحد يوم 18 فبراير المعرض عبارة عن رحلة من مصور تعب جداً 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 علشان يوري رؤيته للناس المعرض مقسوم لشقين شق الأول رحلة في الزمن حوالي 60 سنة ملخص جداً جداً بس هتوصل الناس كل اللي خارج من المعرض يقول لي انت مش عامل المعرض انت عامل حالة من كل اللي يخش الناس اللي حضرت الكلام ده ما بيشوفوا فيه ناس شفتها بجد دمعت فيه ناس شفتها تأثرت فيه ناس بيفتكروا طفولتهم شبابهم الكلام ده كله بيفتكروا مصر بيفتكروا لشكل الشوارع فهي رحلة بسيطة كده آخر جزء بقى والشق التاني من المعرض هو جزء تثقيف شوية أو تعليمي علشان احنا مشاركين في مهرجان القاهرة للصورة فالشق ده بارز أكتر إمكانيات تصوير بارز أكتر شكل الإمكانيات بتاعة فاروق إبراهيم في التصوير وإمكانياته كمصور حسنا نشكرك شكراً جزيلاً نتمنى لك كل التوفيق في المعرض كريم فاروق إبراهيم شكراً جزيلاً على عبودك معنا ويعني اتبسطنا بحكايات واتبسطنا بصور وده تاريخنا وده ذكرياتنا فمهم جداً جداً مسألة التوثيق كل التوفيق للمعرض إن شاء الله ونس تروح تزور المعرض وتسعد بالحكايات وبصور وكمان الطلبة اللي بيدرسوا تصوير أعتقد أن هم يستفيدوا بشكل كبير وجودهم في المعرض ذلك إن أنا يعني ما عنديش أدنى مشكلة إن أنا روح بالمعرض ده وبأي حاجة كل الأرشيف تحت عمر أي حد عايز يتعلم أو أي حد عايز يعني ده مش حاجة حقرة أو مش حاجة لا ده هو صور علشان الصحافة أو صور علشان الصور دي تتنشر فأي حد مهتم بأي حاجة زي كده أحب جداً إن أنا أدعمه أو أساعده أو يعني هيبقى بيساعدني إن هو يعني اللي يشوف الصور دي هيديف ليها يعني الصور دي معمولة للجمهور ومش معمولة إن هي تتقفل أو تبقى في الدراج لو الصور دي ما حاولناش إن إحنا نصورها يبقى بلاش نصور دلوقتي صحيح وده اللي بيحفظ التاريخ طبعاً همشكرك شكراً جزيلاً من صور كريم في القرآن شكراً جزيلاً عن أبودك معي